السلام عليكم جميعا أهلا وسلام بكم يا شباب أتمنى رب تكون في أحسن حال وفي صحة دايما إن شاء الله النهاردة معنا الكمبروسر هنتعرف على الكمبروسر وإزاي تقدر تختار الكمبروسر المناسب بنسبة لطبيعة شغلك في البداية الكمبروسر بتكون من خزان أسطواني نحن شايفينه ده خزان متين عشان يتحمل الضغط العالي بعد كده عندنا اللي ورده مطور كهرباي اللي فوق ده اللي فيه خطوط ده ده ببقى اسمه كباس الخطوط دي علشان التبريد بعد كده المطور بيشغل الكباس يضغط الهوا يخش جوا الخزان ده طبعا لازم يكون عندك بعد كده منفز لخروج الهوا زي ده كده ده منفز خروج الهوا ممكن يكون عندك منفز واحد أو بيكون عندك منفزين وفيه كومبروسر بيكون فيه تلاتة الزرار اللي معنا ده ده عشان لو انت عايز تفضي الخزان من الهوا بالمنظر ده كده بتشده تسحابه يفضي الكمبروسر من الهوا لو بصنا كده هنلاقي عندنا فوق ده زرار التشغيل تمام هنا العدادين دول ده العداد اللي بيقص ضغط الهوا جوا الخزان ده العداد ده اللي بيقص ضغط الهوا جوا الخرطوم اللي هنركبه كمان شوية خليكم معايا عندك المطور هنا ده الفتحة بتاعة الزيت بتفتح دي كده تفط الزيت لو لما تحب تغير الزيت يعني ودي الطبة اللي بتفتحها تفض منها الزيت القديم عندك هنا في الكباز بيكون فيه تحت هنا الطبة دي اللي بتفتح منها عشان تصرف المية اللي بتتكون جوه الخزان على نتيجة عمية الضغط فيه منها ببقى بتتفكي بالإيد وفيه منها لها مفتاحة عادي يعني على حسب طبيعة ونوع الكمبروسر لو بصينا كده على الكمبروسر من فوق هنلاقي انه مكتوب عليه اثنين حصان يعني قوة المطور الكهربائي اثنين حصان تمام الحجم ده حوالي خمسة وعشرين لتر طبعا فيه منه خمسين لتر وفيه أحجام أكبر من كده على حسب نوع وحجم الكمبروسر عندك هنا الملصق بتاع البيانات والمواصفات مكتوب نوع مصنوع في إيطاليا هنا ده صناعة إيطالي فيه منه بيبقى إيطالي تجميع صيني وهو بنفس مواصفات الإيطالي ولكنه اللي بفرق بس إن الإيد اللي جمعته إيد صيني أما الإيد اللي جمعته إيطالي يعني من جمع في إيطاليا اللي قدامنا ده ده اللي هو مخرج الهوى وده نوعين فيه منه نوع ألووز وفيه منه نوع سريع الفصل زي ده كده يخش الكابس كده تمام وقدر فصله بسهولة كده وده الأسهل في الاستخدام ياريت تحاول حتى لو كان عندك ألووز تغيره للنوعية ديه طيب عندنا بعد كده فيه العددين دول ده العدد بيقيس الضغط جوه الخزان والعداد ده بيقيس الضغط جوه الخرطوم وهو قدر تحكم في كمية الضغط عن طريق المفتاح ده التقليل والرفع هنشوف مع بعض دلوقتي طيب دلوقتي إزاي نختار الكمبروسر فإزاي تختار الكمبروسر المناسب بطبيعة عملك اللي قدامنا ده العدد ده أقصى حاجة الاتنين حصان بيضغطها جوه الخزان هو حوالي 100 بار تمام في منه اللي هو أكبر وأقوى لو كان مثلا خمسة حصان أو أزيد من كده بيدي بار أكتر يعني ممكن مثلا يوصل 150 أو 200 بار على حسب حجم وقوة الكمبروسر طيب الميت بار دي مناسبة لإيه ولو لقيت أقل من كده يكون مناسبة لإيه تعالى نجرب مع بعض دلوقتي الضغط جوه الخرطوم قهوت نفس الضغط هنا حوالي 95 بار تعالى نجرب الدباسة ونشوف الشغل بتاعنا هنا زي ما نرى المصمار أو الدبوس دخل كل جوه الخشب على ضغط 95 بار تعالى نقلل الضغط ونشوف مع وقت لو بدأنا نقلل الضغط شوية أهود هبدأ أقلل الضغط نفليه مثلا حد 60 بار وهنا الضغط هنا لسه زي ما هو 95 بار أما هنا وصل لحوالي 60 بار تعالى نشوف الدباسة كده ونقلل الضغط في فرق كما نرى هذا كان على 95 بار وهو المصمار كله دخل أما هنا يتوقع راسي المصمار على الخشب هذا يحتوي على ضغط حوالي 60 بار تعالوا نقلل الضغط ونشوف نقلل الضغط حوالي 50 بار نجرب الضباسة نقلل الضباسة نقلل الضباسة سنجد المصامير برزة ويجب أن تكون مقاعدة تجد المصامير نجد المصامير لذلك نقلل الضباسة وإضافة الهندس وعندما قللنا الخمسين فأصبح المصمار ترى سطح الخشب من خلال التجربة نعرف إذا كنت تعمل في مجال النجارة والديكور عندما تأتي تأكد بأن البر لا يقل عن 60 أو 65 أما لو تعمل في مجال الدهانات والأصباغ فمحتاج كومبروسر لا يقل عن 100 بار ويكون الخزان لا يقل عن 50 لتر هذا 25 صغير لأنه سيفضى بسرعة فبالتالي الموتور سيشتغل شغل متواصل فيفضل أن تجيب سعة 50 لتر المصنوع في إيطاليا يوجد أنواع صيني الفرق بين الصيني وبين الإيطالي هو أن المطور في الإيطالي ما بيسخنش أما في الصيني أنا جربت واحد مرة كان بيشتغل دقيقة ويريح أربع دقائق فكان طبعا ده بيوقف حالك يعني كان بيفصل لما بيسخن خلص بيفصل فبالتالي هيضيع وقت كبير منك ولكن ده ما يمنعش أن فيه أنواع من الصيني أنواع جيدة جدا وممتازة والقالي اتحها عالي فاختبرها الأول وما فيش مانع أبدا أنك تجربها أو تشغلها قبل أن تشتريها أتمنى يا شباب الفيديو يكون مفيد وقبل أن نهي الفيديو هذا سعره لهو 25 لتر سعره حوالي ما يعادل حوالي 60 دولار حوالي 60 دولار شكرا لك يا شباب أتمنى تدعو لي بالتوفيق والجزاء الله خير ومع السلامة اشتركوا في القناة